السلام عليكم ورحمة الله أصعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين الكرام حلقة جديدة من استوديو اليرموك والبداية البداية الحقيقة من مجموعة من الاستفزازات استفزازات حكومية للشعب الأردني مش قادر أفسر وأعرف حقيقة أن هي مقصودة ولا غير مقصودة يعني هل الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول لبعض المشاكل وبالتالي بتوقع بمطابات وبتولد إثارة في الرأي العام ولا فعلا هناك جهات داخل الحكومة هدفها أنها تستفز مشاعر الأردنيين وإذا هذه الجملة صحيحة أن هناك شخصيات ودوائر تريد استفزاز مشاعر الأردنيين بعدها رح نحط سؤال بديهي لماذا ما المصلحة من ذلك يعني لما يصير في عندنا فاجعة من أكثر يعني الحوادث إيلاماً لمشاعر الأردنيين على مدار السنوات الماضية كاملة فاجعة البحر الميت وتكون خلاصة يعني الفاجعة تقصير رسمي متعدد المستويات أسفر عن إقالة وزيرين وزير تربيو التعليم وزيرة سياحة وبالإضافة بديش أدخل بتفاصيل إنه كان فيه أكثر من لجنة لجنة نيابية ولجنة ملكية ولجنة مشتركة وكل هذه النتائج لغاية الآن مش معروفة ولكن كان جزء من النتائج إنه هذه الوزيرة اللي بتشوفوها أمامكم لينا عناب وزيرة السياحة جزء من المسؤولين اللي تم الاكتفاء بإقالتهم مع إنه في دول أخرى لن يكون هناك اكتفاء فقط بالإقالة روحوا على البيت وقعدوا ولذا يكونوا صار شيء رح يكون في محاسبة ومحاسبة على التقصير أنا ما بدأ حمل لنا عناب الدماء بإنه يعني نحملها الوزر الكامل ولكن هي على الأقل كانت عندها المسؤولية لأن هي ما قمت بالقاتل أو ما كانت متعمدة أكيد ولكن هي عندها المسؤولية السياسية والمسؤولية الأدبية اللي هي كانت مسؤولة عن المنطقة اللي صارت فيها الفاجعة ولم يكون هناك أخذ بمعايير السلامة خلينا نحكي وبالتالي تم اطلب منها بالاستقالة أو تم إقالتها له معروف أنه ما في مسؤول باستقيل ولكن تم اطلب منها أنه قدم استقالتك ولا فيه بتاريخ الأردن باستثناء حالات يمكن على أصابع اليد الواحدة ومش كل الأصابع مش كل الأصابع إنه واحد يقدم استقالته طواعية معون الخصاوة يمكن المثال الأشهر بذلك على كل حال لما يجي خبر ويقول إنه فيه رغبة لدى الحكومة الأردنية بتعين لنا حناب لسه الدماء ما جفت بقول أنا يعني هي مسؤولة عن الحادثة مش عن الدماء بشكل مباشر عشان برضو ما أتجن عليها وأظلمها ولكن الدماء ما جفت والأهالي مفجوعين بأبنائهم ما زالوا ليتم يأتي خبر إنه إحنا نعينها سفيرة في اليابان ليبدأ الشعب الأردني بعد ذلك بمطالب ليس للحكومة الأردنية وإنما للحكومة اليابانية للسفارة اليابانية في عمان وللحكومة اليابانية في توكيو وللإمبراطور اليابان إنه ما بدنا تقبلوا لينا عننا بحسا طلع خبر وخبر نشر بالمناسب على موقع عمون الإخباري وموقع عمون يعتبر المواقع الموثوقة إنه اليابان رفضت رفضت الطلب الأردني بتعين لنا عناب سفيرة لديها في توكيو ولكن لم يتم بعد ذلك تأكيد هذا الخبر وأنا توصلت مع وزارة الخارجية وقالوا لي وزارة الخارجية جوابنا لا تعليق يعني قلتوا لهم بتأكدوا بتنفوا أي شيء قالوا لا ما مناشوا دخل بهذا الدوامة لا منأكد ولا مننفيه لا تعليق لدينا بدهمش يدخلوا في الموضوع التفسير الطبيعي والبديهي لما يقول لك لا تعليق ولما يقول لك عن كون إنه في عندنا منصة فكرة المنصة دفعوا عليها مبالغ كبيرة وصار في ترويج وفي الشوارع وكل شوي الرزاز يحكي عنها والحكومة منصة حقك تعرف إنها تنفي الإشاعات وكل إشاعة ومرات إشاعات مش مستاهلة كمان يقوموا بنشرها ونفيها هذا الإشاعة لم يتم نفيها وزاعة الخارجية لم تنفي يعني إذا كان المعلومة الأساسة مش صحيح موضوع الاستمزاج لينا عناب سفيرة في اليابان مش صحيح كان تم نفيها بسرعة تكلفة النفي إذا هي مش موجودة فعلا أقل بكثير من تكلفة الصمت والاكتفاء باللا تعليق ولكن هذا يؤكد أنه الموضوع تم وهنا بدخل على السؤال هل أنتوا بيكونوا تستفزونه يعني يعني لينا عناب مع الاحترام شخصها أنا مش موضوع شخصها ولكن هي كمبدأ أنه هي مسؤولة يعني ما بسيرش تقعد في الدار يعني لازم يبضلها موضوع عادة تدوير المسؤولين من منصب إلى منصب والمسؤول في الأردن لا يعني يفنى وإنما يستحدث في مناصب متعددة نحط قواعد علمية الآن ندخل فيها قصة المسؤولين في البلد في الأردن لا يفنى ولا يستحدث هذا بس بروح من منصب إلى منصب ممنوع يقعد في الدار المسؤول ممنوع يقعد في الدار يعني شو المشكلة أنه مسؤول يقعد في الدار بكث أنه ما تم محاسبته ومحاكمته أمام القضاء مباشرة سفير وخاصة أنه شخصتي نعناب هي مش دبلوماسية يعني هي مش بوزارة الخارجية وترقت بشكل طبيعي لتصبح سفيرة هي كانت وزيرة وأقيلت وقاعدة في الدار ما العلاقة؟ يعني شو العلاقة؟ ولكن الفكرة وكأنه أنت يا شعب أردني صحيح أنه أقلناها لشن أقلناها عشان امتصاص الغضب ولكن هذه مسؤولة بتظلها مسؤولة بالطبقة المسؤولين الطبقة العليا مش زيكوا طبقة الشعب الكادح ذول المسؤولين ما براهوا على الدار بدوهم يظلهم مسؤولين وحاكمين عليكوا طول العمر غلطوا ما غلطوا أنجزوا ما أنجزوا بدوهم يظلوا مسؤولين قعدناها شوي في الدار عشان امتصاص غضب ولكن بعدين من رجعها مسؤولة ولا حدا بيقدر يقولنا والريحين إذا فعلا هيكت دار الدولة وهذه العقلية فهذه كارثة ومصيبة وفيها استهزاء كبير ونظرة دونية للشعب الأردني والشعب الأردني شعب أبي شعب ذو كرامة شعب بحب وطنه ولولا حبه لوطنه لما سمح أصلا بكل ذلك لأنه في ضريبة لأن هذول المسكين السلطة لن يتخلوا عنها بسهولة وبالتالي مقاومة هؤلاء لن تكون مقاومة سهلة الشعب الأردني يريد الإصلاح السلمي التدريجي المنطقي ليرتقي هذا الوطن ولكي يتقدم بدل كل هذه الويلات وأنا بقول دائما إذا هذول المسؤولين اللي بتاخذوا القرارات في البلد وبدهم يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة ما عنا مشكلة يعملوا اللي بدهم إياه بس يفيدوا البلد يخلوا البلد تتقدم أما هم كل تدخلاتهم تدخلات سلبية ولا أنه الشعب يحكم نفسه بنفسه ولا أنه نطبق المواد الدستورية في الدستور الأردن الراقي من الدستور 52 أن الشعب مصدر السلطات ويتم التدخل ويتم خرق هذه المواد الدستورية دون أي فائدة برضه مبارح كانت إحدى في مجلس النواب نأب إنصاف الخوالدة وجهت خطاب شديد اللهجة لوزيرة الإعلام جمان غنيمات وقالت لها سكوتك فضيلة وكلامك فضيحة وكان التعليق على مداخلي كانت لوزيرة الإعلام على إحدى الفضائيات اللي قالت عن أحد المعينين في وزارة العدل اللي حكينا عنهم قبل فترة إنه تعرض لأزمة تعرض لأزمة وحزنت عليه لأنه كان فيه هجوم شعبي عليه وهي دافعت عنه عن مشاعره فكان كلام النائب إنصاف الخوالدة لأنه برضو ما بيحزنوا المئات المعانية اللي قاعدين أمام الدوان الملكي ولغاية الآن ما أحدا حللهم مشكلتهم وأبناء الطفيلة وأبناء الكرك وأبناء المحافظات اللي إجوا سيراً على الأقدام إلى عمان هذولا ما بيحزنوا وأنا موضوعي اللي أنا يعني حبيت أرجع أعيد في نقطة مهمة لأنه مرات بيكون فيه تحريف للمسار النقاش في بعض المواضيع حتى يبين طرف يبين أنه الطرف الآخر خاطئ وظالم إحنا مشكلتنا مع المعينين سواء في وزارة العدل ولا يلقبلهم ولا أشقاء النواب ولا غيره مش مشكلة شخصية هاي نقطة ولا فيه تشكيك بكفائتهم ومؤهلاتهم وأنا قلت إنه هذا اللي حكت عنه وزيرة الإعلام واللي ذكر أكثر من مرة الشاب اللي عملت برضو أحد الفضايات معه لقاء مطول ربع ساعة بعض رشو السبب وشو تفسير لقاء ربع ساعة لكن هذا الشاب واضح إنه عنده مؤهلات وعنده كفاءات دارس في بريطانيا وماخد ماجستير وماخد دورات وعنده لغة وعنده مؤهلات ما حدا بشكك فيها وبيستحق ياخد راتب بدل الالفين والثلاث أربعة وخمسة ولو روح على القطاع الخاص رح ياخد هيك ولو روح على الخليج بياخد أكثر وأكثر ولو روح على أوروبا بياخد أكثر وأكثر وأكثر مشكلتنا لا مع كفاءته ولا مع مؤهلاته ولكن مشكلتنا اللي هو بالفيديو قال إنه أنا ما تعينت بالواسطة لا برضو ما يعني نحترمك بس برضو ما ما هتحاول إنه يعني تذكى علينا شكيف مش من الواسطة يعني يعني كيف مش من الواسطة مستحيل الموضوع واضح إنه في واسطة وفي علاقات هس أنت بتستحق ما بتستحق أنا ما دخلتش بهذا الموضوع ولكن الواسطة نعم الواسطة موجودة مية بالمية فبالتالي إنكارك إنه في واسطة هذا يضعف روايتك ويضعف موقفك هاي نقطة نقطة ثانية لوزرة الإعلام ولا كل اللي بد يدافع وبدو يقول إحنا مشكلتنا مع طريق التعين أولا لم يعين عن طريق ديوان الخدم المدنية زي أربعمية أو ثلاثمية وثمانية وثمانين ألف أردني بانتظر على ديوان الخدم المدينة ما تعينوا بهذه الطريقة تعينوا عن طريق طريقة أخرى عملوها بالقانون يسمى شراء خدمات عشان يحكوا إنه هذه الواسطات والمحسوبيات هي جزء القانون فما حدا يقولنا واسطات لأنه في إشي بالقانون اسم شراء خدمات ماشي الحال شراء الخدمات لو بدي أمشي موضوعه إنه هو قانوني لكن لم يتم بشفافية ولم يراعي العدالة بتكافؤ الفرص كيف لو تم الإعلان قلت على الجريدة وفي عنا شاغر وتعالوا قدموا عليه وصار في لجنة محايدة علمية وعملت مقابلات وعملت امتحانات واللي جاب العلمات الأعلى تعين بألفين ولا بثلاث ولا بثلاثين ألف ما حدا إلو عين يحكي لأنه هذا الأمر تم بشفافية وأمام الملاء وكل مواطن أردني كان عنده الفرصة إنه يقدم ويأخذ هذا المكان وهذا الشاغر طبيعة السوق بتفرض إنه الراتب لازم يكون هيك فما تدخلونه وتتوهونه وتحسسونه إنه إحنا ظلمنا ناس بريئين لا مش بريئين لأنهم أخذوا وظائف مش بطريقة عادلة على حساب آلاف الأردنيين اللي ينتظروا التوظيف أنا عشان أسكتهم هذول الأردنيين بدي أقول إنه هذا أكفأ منكم كلكم بدليل بدليل الامتحانات والعلمات اللي أخذها كلكم قدموا للوظيفة اللي أحق منه يعترض لكن ما في أحق منه وقتها خلاص الكل برضى وبسكت نقطة أخرى في إطار الحكومة وفي إطار سؤال كان مهم جدا مبارح لنائب ديمة طهبو وأخذناه بالحلقة هون فيما يتعلق بأرقام خط الفقر أنا بدي أوقف بس عند نقطة واحدة إنه دولة أردنية اسمها المملكة الأردنية الهاشمية بدها كمان كم من سنة تحتفل سنتين يعني مش كثير تحتفل بمئويتها مئويتها الدولة وعننا مؤسسات راسخة وكانت هذه المؤسسات عبارة عن نموذج يحتذا على مستوى المنطقة وصلنا لمرحلة إنه إحنا عشر سنين في هذه الدولة وفي مؤسساتها وعننا وزارة تقطيط وعننا دائرة إحصاءات عامبة وعننا كذا 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 مؤسسة ومش قادرين نحسب خط الفقر في الأردن آخر رقم عنا قبل عشر سنين هذه إلها الحقيقة دلالات مخيفة وفي ما يتعلق ب إما أنه يعتبروا إهمال ومؤسسات موجودة وهياكل تنظيمية ورواتب تصرف ومش قادرين نطلع خط الفقر أو وهذه الأو هي الصحيحة اللي أنا أرجحها أنه الرقم موجود والدوائر المعنية بتقدر تطلع الرقم كل سنة بتقدر تطلعه ما في مشكلة يتراكم عشر سنين لكن لا في رغبة لدى صانع القرار السلطة التنفيذية بإظهار أرقام الفقر لسبب واحد بيانته النائب ديمة طهبوب أنه إذا تم الكشف عن رقم الفقر في الأردن سيتبين أولا بأن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة كانت فاشلة في معالجة الفقر لأنه عم بتفاقم وعم بزداد ما عم بنقص وبؤر الفقر عم بتزيد ما عم تنقص هذه نقطة والنقطة الثانية ليتبين بأن الحكومة الحالية وسابقاتها عشان ما أحد يحكي أننا نحط كل الوزر على الحكومة الحالية ولكن أيضا ما من برق الحكومة الحالية لأنها زيها زي غيرها الحكومة الحالية وسابقاتها يفرض ضرائب على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة أيضا الدولة الأردنية تفرض ضرائب على الفقراء ولما يتم الإعلان عن رقم الفقر الرزاز قال أسبوعين رح يتم الكشف أنه في ضرائب تفرض على الطبقة الفقيرة من زي ما بحاولوا يحكونا أنه الضرائب فقط مقتصرة على جهات معينة أو كذا أو فئات معينة وفئة الدخل المحدود لا تتعرض للضرائب لا هي تتعرض واليوم رح نحكي لكم برضو عشان اللي بحاولي الذاكة من طرف الحكومة احنا بنبين الأمور ويكون المواطن أردن يعرف شو اللي بصير في بلده وشو اللي بصير من قرارات بأن الحكومة عم تفرض ضرائب على أكثر السلع حساسية وعلى رأس سلعة النفط البنزين والسولر والكاز وهذه السلع الأساسية لها علاقة باقي السلع بشكل كامل لها علاقة لأنه في نقل وفي غير عم تفرض عليها ضرائب مرتفعة جدا تصل إلى أكثر من 50% ورح نكشف ذلك مع الخبراء خلال سياق الحلقة بدي أطلع من الملفات المحلية وبدأ أروح لملف عربي مهم جدا الحقيقة وهي تطورات المشهد في الجزائر عدل عزيز بوتفليقة هذا الرئيس المقعد اللي من قبل 64 لما صارت الانتخابات ما كانش قادر يحط إيدو يرفعها ويحطها بالصندوق عبير ما يساعدوه يعني المرافقين حتى يحط الورقة اللي بدي يكتب عليها اسمه ويصوت لحاله بالصندوق أربع سنين كاملة ما حكى ولا كلمة والآن يتم محاولة تجديد له لمرة خامسة بيعني شيء غريب عجيب أن يحدث في دولة كل الجزائر هذه الدولة العظيمة الكبيرة الشعب العظيم هذا الشعب اللي بتشوفوه أمامكم الآن في الشوارع وفي الميادين إجتوا الصحوة في صحوة الآن لدى الشعب الجزائري وهناك حراك رائع راقي سلمي متحضر يواجه مسألة هذا التجديد والإصرار على شخص بوتفريق والأسئلة المطروحة الآن في الجزائر هل سينجح الشعب الجزائري بمنع بوتفريق من العودة للترشح من جديد وهو العاد من طائرة من جينيف من بارح حطت في الجزائر بدون ما يبينه أي صور له وإذا كان عايش فهو عايش يعني بتنفس الاصطناعي مش واعي يعني مش واعي للي بصير ولكن لماذا الإصرار عليه ليش ما يتم الإيتيان بشخص آخر على الأقل حتى لو كان من نفس المسيطرين على حكم من الجنرالات في الجزائر سؤال هل الشعب الجزائري سينجح هل هذا النجاح سينعكس على الخارج وستتدحرج كرة الثلج من جديد في ربيع عربي جديد ونحن على أبواب الربيع وهل سيتلافى الشعب الجزائري خيبات الأمل التي أصابت بعض الشعوب المنطقة عندما ثارت بشكل سلمي على حكامها اللي ظلموا اللي استبدوا اللي أفسدوا وهل سيتلافى الشعب الجزائري نفس تجربة المأساوية في العشرية السوداء في التسعينات بعدما تم الانقلاب على جبهة النقاذ الإسلامية والذي أنا ذكرت لكم مشكلة اللي صارت في الجزائر بأنه جبهة التحرير الجزائرية اللي هي إلها فضل كبير الحقيقة في تحرير الجزائر من استعمار الفرنسي وحتى هذا ابو تفليقة الحالي الرئيس الجزائري كان له دور في ذلك ويعتبر بالنسبة لأنصاره خاصة أنه مجاهد ومجاهد كبير وربما فعلا له تاريخ ولكن هل هذا التاريخ يشفع له أن يحكم إلى الأبد نفس اللي بيصير في جبهة التحرير الجزائرية اللي بيصير مع منظمة التحرير الفلسطينية اللي هو يعني كان له دور فعلا في الجهاد وفي المقاومة وهي أول من رفع البندقية وهي أول من قاتل وجاهد طيب ما شرح هذا ولكن هل هذا يتيح لها الحكم إلى الأبد طيب ما هو فيه جيل بيسلم جيل يمكن ليجي جيل والآن أنه هو الموجود الجيل الحالي في جبهة منظمة التحرير على سبيل المثال يمكن الجيل الثالث هذا لم يسير على الجيل الأول والثاني وبالتالي تغير وقدس التنسيق الأمني وتراجع عن مقدسات حق العودة وغيره ويعني في خلل وأصابه موضوع البزنس والمال وأمور كثيرة لا تعطي الشرعية لأن يستمروا بالحكم إلى الأبد الآن الشعب هو اللي بيحدد مصيره نفس الشيء فيه فيه الهند حزب المؤتمر الهندي المهاتمة غاندي أنديرا غاندي بعده مش معقول يظله الحكومة من الأبد بيصير فيه تغيير بيصير فيه تسليم للسلقة ويقول لكم هذا الرقم وبالمناسب الأنظمة العربية قبل ما أحكي لكم الرقم بسوريا تخيلوا بسوريا فيه درعة الآن بدل ما يتم إعادة الإعمار الدمار اللي أصاب سوريا بيتم إعادة بناء تماثيل المقبور حافظ الأسد بدرعة نسي كل المصائب اللي صارت وبدل ما يعيدوا الإعمار وبدل ما يعملوا وحدة وطنية وتحالفات جديدة وترضي الشعب السوري ويعود اللاجئين من جديد لبناء وطنهم ومليون ألف أولوية بالنسبة للدولة السورية وهذول الشبيحة اللي بيدافعوا بيقولوا سوريا انتصرت أول إشي بيفكر فيه نظام عادة بناء التماثيل تمثال حافظ الأسد يعود من جديد إلى درعة اللي هو كان شرارة الثورة في سوريا اللي تم التآمر عليها وتم الانقلاب عليها وتم إحراقها وتم تدميرها وتم إخراج داعش وماعش وغيرها لتخريب الثورة السلمية الراقية اللي بدأت في سوريا والآن النظام السوري يعيد بناء التماثيل ناس يكون للقصص والشعب السوري من جديد بيقول رحيقة باللغة الدرعوية رحيقة التمثال رحيقة وعادت المظاهرات من جديد بالمناسبة في درعة والحتاف عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد من جديد لأنه في استفزاز غير عادي من قبل هذه الأنظمة الدكتاتورية في الجزائر في النهاية الثمانينات صارت انتخابات على مستوى البلديات جبهت الإنقاذ الإسلامية بتعطش الشعوب الطبيعي للإسلام وللمسلمين وللإسلاميين اللي هم يعني باختصار الإسلاميين اللي هم بخافوا ربنا الناس بتحب اللي بخاف ربها هم اللي يحكم انتخبتهم في البلديات ثلثين البلديات راحت لجبهة الإنقاذ الإسلامية وحققوا نماذج رائعة ورائدة في خدمة الناس وفي التواصل معهم نفس نموذج أردوغان يعني بدأ بالبلديات وبخدمة الناس ثم استلم الحكم ولكن الفرق الفرق ما بين تجربة أردوغان وتجربة الجزائرية وبالتجارب الإنسانية تخيلوا تجارب تاريخ الإنسانية في كل حياة الديمقراطية الجبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر حصلت على أعلى نسبة في التاريخ في التاريخ 88% شوفوا الديمقراطيات كلها اللي في العالم اللي بفوز 51% 52% 55% 60% 65% إذا في تجارب أكثر من هيك ما في يعني أمور نادرة أما توصل 88% من الشعب الجزائر وأنا بحكي عن ديمقراطية وانتخابات نزيهة ما بحكي عن 99.9 لأنه هذه حكي فاضي وهبل أما بحكي عن انتخابات حقيقية ومين اللي بفوز المعارضة مش اللي بنظم الانتخابات اللي بنظم انتخابات السلطة واللي بفوز المعارضة من جديد يعني اللي بيطلعوا اللي أول مرة بفوزوا بالنسبة 88% لجبهة النقادة الإسلامية هذا الرقم لازم الكل يحفظه الوضع كان مش طبيعي ونهضة الجزائر كانت كان ممكن تكون فعلا نموذج والجزائر دولي غنية في النفط وفي الغاز وفي الخيرات وغيرها ولكن الآن فيها أمية وفيها فقر وفيها يعني جاهل غير عادي فيها يعني أقاليم وفي بعض الأقاليم أمورهم يعني تعود لعصور قديمة يعني بعده ما تطوروا ولا تقدموا على رغم أنه كان ممكن الجزائر تكون رائدة على مستوى الأمة وهذا ما نتمنىها لها في القادم وفي المستقبل بإذن الله وليه التصحيح بالمناسبة وموضوع بيفتح موضوع أنا قلت بالإنسانية بديش أحكي بالإنسانية تاريخ الإنسانية لأنه بدي أحكي بتاريخ الديمقراطية يعني اللي بنعرفها بصناديق الاقتراع هي أعلى نسبة لأنه النسبة أو النموذج الأرقى على مستوى الإنسانية هو نموذج الخلافة الراشدة لأنه برضو تكون أمور واضحة إحنا علمونا في المدارس بأنه الديمقراطية اللي اختراعها وأول ناس وصلوا لها هم اليونان في اليونان كانوا يجتمعوا في ساحة ويتخذوا القرارات كل الشعب إلى حق المشاركة ولكن هذه المعلومة المعلومة أنه مش كل الشعب أولا إنما هي فقط فئة النبلاء النبلاء وبالتالي في عنا فئات أخرى يعتبروهم العبيد وغيره هذول ما لهم حق النساء ما لهم حق النساء بالمناسبة في أوروبا في سويسرا في سويسرا بالستينات 1960 بالقرن العشرين حتى أعطوها حق التصويت يعني الأردن سابقة سويسرا والعديد من النماذج الإسلامية سبقت دول أوروبية في إعطاء المرأة لحقها وعلى سيدة يوم المرأة يوم الجمع لكن النموذج الأسمى كان نموذج الخلافة الراشدة اللي للأسف في المناهج ما علمونا ولا دخلونا بهذه التفاصيل كيف يعني كان هناك استلام الحكم بالنسبة بالنسبة لأبو بكر الصديق على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته طلب أو أوصى لأبو بكر بأن يأم الناس في الصلاة ولكن لم يقول بأنه الحاكم بعده سيكون أبو بكر إنما ترك هذا الأمر للمسلمين والمسلمين عملوا نموذج من أرقى النماذج على الإطلاق وخاصة لما نحط هذا النموذج في ذلك الزمن في ذلك الزمن يعني الزمن بتغير الآن ما كان فيه زمان موضوع الصندوق ووراق وكتب من المرشح وحطه بالصندوق لأنه الناس كان عددها قليل وكان فيه طرق وسائل اكتشفها ووصلها مثلا المسلمين مش بهذا التفاصيل لأنه الآن أمريكا مثلا صارت تصويت إلكتروني على الكمبيوتر بطل رح يبطل فيه ورقة وقلم حتى كمان شوي لأنه فيه عندك أعداد كبيرة بالملايين في أمريكا مثلا فبالتالي التقدم والتطور وتغير الأسليب ولكن هذا لا ينفي إبداع الطرق في حينها في الزمن ضمن البيئة وضمن المتغيرات كان اجتماع الخلفاء عفواً الصحابة ولاختيار خليفة المسلمين الجديد وهذا الاجتماع المعروف وربما كان هناك نقاش حاد وأصوات ترتفع ولكن في إطار البحث عن توافق على شخص الأنصار بدهم شخص سعد بن عبادة المهاجرين بدهم شخص أبو بكر في خلاف وهذا الخلاف لا يفسد للوود قضية وبعد ذلك تم ترجيح أبو بكر لأنه يعني هو ورد اسمه في القرآن الكريم وكان يعني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى المدينة وغيرها وغيرها أبو بكر يعني معروف أنه أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل كانت تسلي أولا أهل الحل والعقد يوصوا بالخليفة ثم المبايع وهذه الدرجة الثانية للوصول إلى الحكم المبايع والمبايع تكون من كل فرد مسلم كل المسلمين بيروحوا بيبايعوا الخليفة وهذا اللي تم وبالتالي هي مبايعة أرقى وسائل وطرق الديمقراطية على الإطلاق إذا بدأ أحكي بمفهوم الديمقراطية الحديث يعني حتى النساء يبايعوا بدون ما يسلموا ولكن النساء كانوا يبايعوا الخليفة أبو بكر وثم عمر نفس الشيء وعمر أوصى بست أسماء ابنه للترجيح فقط يعني لم يورث الحكم لابنه وإنما قال ابني هو بيرجح من اللي يحكم حتى يتم اختياره عثمان بن عفان وقام الصحابة بالذهاب والتجول في كل أنحاء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة يسألوا الشباب يسألوا النساء يسألوا مين اللي بدكم للحكم كان ما بين عثمان وعلي أهل الحل والعقد اختاروا آخر إشيء اسمين وعموم المسلمين رجحوا عثمان وبالتالي تم مبايعة عثمان ثم المبايع باليد لكل المسلمين إذن درجتين أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين وكذلك الحال لما استلم عمر وكذلك الحال ما استلم عليه نماذج راقية جدا الحقيقة والآن بالمناسبة الانتخابات الأمريكية المواطن الأمريكي ما بيحط اسم دولولد ترامب ولا أوباما هو بيختار هيئة محلفين وهيئة المحلفين هي اللي بتختار يعني بداش أدخل بتفاصيل انتخابات الأمريكية ولكن لما أحكي عن النموذج الإسلامي بحكي عن أهل حل وعقد بيختاروا وبعدين بيصير في تصفية وبالتوافق بسم اختيار الخليفة ولا يجبر على الناس إنما بتتم المباعة أو إذا لم تتم المباعة لا تتم الخلافة والمباعة لكل المسلمين بما فيهم النساء أشوف هذا الحق حق النساء باختيار الحاكم من أكثر من ألف واربعوية سنة ما علينا موضوع كان بجر موضوع نكتفي بذلك نذهب إلى مجموعة من بعض القضايا الساخن على المشتوى المحلي بعد قليل فتفضلوا بالبقاء